السلام عليكم أعبركم يا شباب تكلمنا على تصميم مرات وتكلمنا مهندسة داليا متخرجة صح وإسلام مش طالب يا برينز ماشي يا ريز ماشي إذا ما أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحن كلنا طالبة في الأخير ما تأخذينيش عن الكلمة يعني تمام وتكلمنا على وبعدين تكلمنا على الديزاين بالكيرفات وبعد كده تكلمنا في تي سيكشن والل سيكشن تمام كده طيب يمين عايزة أقول إن إحنا كل اللي فادة إحنا كنا بنتكلم على وإن رسلتي بالإيميل ومرضت عليك والله يا جماعة أنا معلش أنا آسف أنا حققكم عليّ بس أنا فعلا بقلي فترة طويلة جدا ما با مش مركز مع الميل بتاعي ومشغول بزيادة شويتين عندي عندي مرحلة انتقالية في حياتي فبحاول بس أردت الأمور بس فبالي شغلني شوية وده اللي خلينا أعجل المرة اللي فاتة فمعلش يوذروني بس الأسبوعين دول الحمد لله الحمد لله طيب فأنا كنت عايزة أقولي إن طول الفترة اللي فاتت دي يا جماعة إحنا بنتكلم عنه هو مفيش حاجة بتكسر غير بنتكسر البندينج تمام هي أي حاجة في الدنيا أي حاجة في الدنيا ممكن تكسر بأكتر من طريقة يعني خلينا نقول إن الكلام ده مش على البين بس على أي حاجة لو مسكت المثال الحي اللي داينا معنا موبايلك ورموت كنترول إنت لو مسكت الموبايل بتاعك إنت تقدر لو مسكته كده على سيف ومسكته بيدك لتنين وقارت إنك تعصره البنات يفهمونا كويس في الموبايل ده كأنك بتعصر غسيل تمام أو عايز تفتح أو كأنك بتفتح إزازة فدا اسمه إيه ده اسمه إيه اللي أنا اعملته كده على الموبايل ده تورشن تمام آآ دي حاجة بتحصل على الموبايل دي حاجة أنت بتعملها على السكشن اللي عندك على الموبايل مثلا في ناستهلوقات الموبايل ده لما كنا بنعمل فيه قبل كده ان انت بتحاول تكنيك اسمه بندنج بندنج مومنت طيب في حالة بقى ان انت تتخيل انك هتمسك الموبايل بتاعك وتحطه على طرف التربيزة ومن عند تحطه نصه على التربيزة ونصه على طرف التربيزة برا في الهواء ومن عند النقطة اللي بقى من عند من عند السن اللي هو يدوب على حرف التربيزة ده وتدوس عليه لتحت بقى ده تحت ده اسمه ايه ده اسمه شير خاص تمام؟ طيب وانت بتفتح المسك المائل المعدنية بتفتحها ازاي ده قوة ايه؟ لا ترشن الطرشن تمام؟ الطرشن نتكلم فيه مش المرة دي نتكلم فيه المرة الجاية تمام؟ انا بس النهاردة حبيت افتح دماغكم على ان ايه؟ على ان مش بس البندنج المومنت هو اللي بيكسر الحاجات تمام؟ مش بس البندنج المومنت هو اللي بيكسر الحاجات فيه حاجات تانية كتيرة ممكن تكسر طب ايه كمان يا جماعة ممكن يكسر؟ موسيقى الشد والضغط مزبوط ماشا معماري هرد عليك وانا الصراحة جماعة نفسي الناس يعني تكتب اسمها علشان خطر اعرف اتكلم مع نفسي يعني انا مش عارف انا ديلك معماري تمام؟ فانت لو عارفتني اتكون انا مبسوط جدا وتشرفين عشان فاتكلم معك تمام؟ طيب المتارية المستخدمة ممكن تكسر؟ الشد والضغط يعتبر انحناء صح؟ الشد والضغط مكونين هما الاتنين سوا بيعملوا لك البندنج الموم طيب مثلا يا جماعة عندنا حاجة زي التمبريتشر ممكن تكسر صح؟ طيب هاسأل سؤال كده وعايز الناس تفكر معايا شواء صغيرين هو لو اعادت عمود حصل لها سيتلمنت لو اعادت عمود حصل لها سيتلمنت يبقى حصل على السملات والكاميرات قوة من نوع ايه؟ شير تمام؟ طيب احنا بنتكلم الكلام ده بس عشان خاطر احب الناس تكون ايه؟ حاسة بالموضوع تمام؟ سيتلمنت يعني سيتلمنت 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 يعني هبوط سيتلمنت 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 مهتغل ما تحرمش تسلا مش ممساش ممكن تورشن بص احنا انا اعتدر ان سيتلمنت نازل كده رأسي بالزبط مش هنقول تورشن لأ مومنت صح مومنت هيحصل مومنت ليه يا جماعة هيحصل مومنت ومومنت هيبتجها وعمل ازاي النيجاتيب فين؟ النيجاتيب فوق اشتمتوا مركزين وتمام التمام النهارة حد بايع منه الموضوع كله تمام كله معنا مسامير مسامير مشفه مسامير 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 مشفه احنا بس بندردش يعني بتكلم عن ايه بتكلم عن قاعدة حصلها ست المنت ست المنت يعني هبوط تمام؟ القاعدة دي حصلها هبوط لتحت رأسي تماما تمام؟ فلما القاعدة بيحصلها هبوط السمل المرتبط اكيد عند نقطة طلاق القاعدة بالسمل بيحصلها شير اكيد اكيد تمام؟ وبعيد كده شوية عند نص السمل بيحصل بندنج مومنت علشان خاطر اللود من تحت الفوق مش من فوق لتاعة السمل السمل السراحة مش عارف ترجمة سمل ترجمة سمل ايه مش عارف مش عارف السمل اللي هو الحاجة اللي بتربط ما بين ميدا شداد شداد ممكن تسميه كده شداد ميدا اللي بتربط مرين الاواعد وضعها وعلى فكرة هو مروش تصميم طايبين طايبين اسمه كده لا معتقدش لا مش صح الاسم ده مم 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 الجسور الرابطة يعني يا جماعة بصوا مش هنختلف هو بكتب بالانجلوش.. سمل اوك ودي الحاجة التعريف هو يعني بغض النظر عن المسميات المختلفة لأن أنا بقول لكم ها ما روش تصميم فبالتالي يمكن كل دولة بتصطلح تسميها أي اسم يعني تمام ف يا جماعة ده الحاجة اللي بتربط ما بين الأسات وبعضها تمام ممكن يكون connected على طول مع القعدة يعني flash مع القعدة في نفس الليفل أو يكون فوق القعدة أعلى ما بتكون طبعا تصميم strap footing بيبقى الموضوع بيبقى ليها التصميم وده ساعتها ببقاش اسمه smell دي بتبقى الكاميرا strap b تمام طيب كويس كده عملنا refresh كده سخنة ندخل فيه طيب الموضوع بقى جمعنا نهاردة عيب اختصار كده هنتكلم عن ايه عن احمال القص الناس معايا كل الناس معايا شباب ماشي نحن الأول عايزين نتكلم كده ايه قبل ما ندخل قبل يعني المعادلات وبتاع اا اا ده كلام نتكلم شد باستفاده ونعيش مع بعض لكن أقال الأول عندنا نتكلم عن ال concept بتاع الشير concept بتاع الشير concept بتاع الشير الشير ده حاجة اا خلاص انا حتى مش هتكلم كل واحد كده عنده concept عن الشير يحكيلي هو ايه الشير؟ لا جماعة دي الحصة رقم سبعة تمام هيا جماعة مين عنده تعريف للشير غير القصة اللي احكيناها وتكسر الموبايل ومش تكسر الموبايل الشير الشير تغيير جانبي بيحصل في القطاع قوة رأسية على القطاع قوة عمودية على القطاع بجانب الركيزة احنا لو قلنا قوة عمودية على القطاع بجانب الركيزة يبقى التعبير كده كامل على بعضيا لما اسلام وعمر يحطوا جملةين جميعا بعض يطلع صح لا جماعة لان الشي قوتين عكس بعض في نفس النواطة القوة دي العمود عنده ري اكشن طالع والبيم عنده عنده النوطة دي ري اكشن نازل فبالتالي بتحصل في النوطة دي قوة الشير هو ده الشير الناس معاي الناس دي ما بتروطش بسرعة اي بي الصغير اي بي من اللي اذهب يا جماعة من اي بيم ستيل. ايه هو الحاجة اللي في الاي بيم اللي بتشيل الشير. يعني احنا وتخيلنا ان احنا عندنا اي بيم مظبوط العصر. انا عايز اوصل ان لا لا مش الفلانج ايه. احنا عندنا اي بيم كده وظريف كده. وضح نعمل الزريف ولا حاجة. وعندنا قوة عاملة كده فاللي بيشيلها اللي بيشيل القوة هو الويب. تمام? طيب هرجع تاني الى الخرصانة. في الخرصانة يا جماعة لما بيكون عندنا شير. فهو بيقولك ببساطة شديدة كده. المسؤول عن ان هو يشيل الشير بالدرجة الاولى هي الخرصانة. تمام? طيب. وتاني حد يشيل بعدها الشير بعد الخرصانة ما تشيل شير تشيل الكنات. وبعد ما تشيل الكنات يشيل الحديد المكسع. حد فهم? يعني خلينا ندخل في تفاصيل الموضوع. طيب بيقولك ان انت لو عندك كود شير. تمام? على كاميرا كذا في كذا بسها عايزين نقول مثلا انها خمسين في خمسة وعشرين مثلا. تمام? طيب بيقولك ايه? ان المساحة بتاعت القطاع ده. المساحة بتاعت القطاع دي. تقدر تشيل الخرصانة في حد ذاتها تقدر تشيل شير بقدر معين. هيحدد الكود. والكود حدده باربعة وعشرين من مية في جزر ايفي سيو على الجامة سي. تمام? معايا يا شباب? تمام. ودي القوة اللي يقدر اللي يقدر الخرصانة لوحدها تشيل. الكود قال انها تقدر تشيل نص القوة دي بس. قويس كده؟ طيب. الرقم ده. الرقم ده جماعة اللي هو باربعة وعشرين في المية ده بيختلف لو كانت الكاميرا لو كانت الكاميرا مدفونة او اساسات. اساسات يعني 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 العرض اكبر من البي اكبر من الدي. تمام? يعني اي المنت انشاء اي عنصر انشائي في الدي اقل من البي او خلا نقول ان البي اكبر من الدي يعني هنا في ده في الكاميرا دي البي ادي بي ودي دي. تمام? طول ما الدي اكبر من البي تقدر تستخدم المعادلة دي. اللي هي ايه? اربعة وعشرين في المية جزر افي سيو. لما تكون البي العكس هو صحيح يعني البي اكبر من الدي تستخدم ستتاشر في المية جزر افي سيو على الجاما سي. وده يا جماعة يدينا مدلول كبير على اهمية الوب. يعني قد ايرتفاع. الدي بتفرق كتير في الموضوع. تمام? فتبقى بدل ما انت كنت بتستخدم اربعة وعشرين في المية بيدي تستخدم ستاشر في المية. ماشي? دي القوة اللي يقدر القوة. لا السوري مش القوة. الاسترس. اللي تقدر الخرصانة تشيله لوحدها من نوع شير. يعني تقدر تشيل شير بقوة كزا طن على السنتيمتر المرب. تمام يا جماعة? طيب. ماكسيموم قوة تقدر الخرصانة تشيلها. ماكسيموم قوة. ماكسيموم قوة. يعني لو زادت عن السبعين في المية تقصد تقول? ولا لو زادت عن ايه? اه قصدك لو زادت عن الاربعة وعشرين في المية او اه شوف. لو زادت عن الاربعة وعشرين في المية او ستتاشر في المية. فيحنا لازم لازم محتاجين حديد. وساعات عندنا اختيارين. يعني هنزود كنات. هنشوف هنحتاجها ديه كنات. يعني ممكن الكنات ما تكفيش. لان انت ممكن مسلا تحط كنات لحد ما تبقى كام مثلا كل سبع سنتي كانة. طب وبعدين كده الكاميرا في حدود لازم يكون ما بين الكنات والكنات مسافة معينة مينموم واحد ونص المأسل لاعتبار الاكبر للخرصانة. عشان تقدر تصبح الخرصانة. تمام? وبالتالي مش دايما الكنات هي نحل الفعال. فبالتالي ممكن بعدها توصل لفين انك تستخدم حديد نكسر. تمام? خليني ماشيين سنة سنة لحد ما نوصل للنقطة دي. اوكي يا اسلام? تمام. طيب. قالك بقى ايه آآ ماكسيمم ماكسيمم قوة تقدر تستحميلها الخرصانة ماكسما قوة تقدر تستحملها الخرصانة هي اديه 70% من الجزر F-C-U على الجامل C ولازم تكون اقل من 3 يمتن على الملي متن المربع وهنرجع بعد كده الرقم ده مش عايزك تتركيز الجامل في المعادلة دي هنرجع لها بعد كده تمام اي طيب يا جماعة خلينا نقول خلينا نقول M هو ايه هو لو رسمنا الرسمة بتاعة الشير زي كده تمام لو رسمنا الرسمة دي بتاعة الشير الطبيعية اللي احنا متعودين نرسمها يعني انا عايز استخدم لون تاني مايكونش موجود في الورق استخدم للورنج دي تمام طيب احنا في الحقيقة لما بنيجي الشير اللي احنا بنرسمه اللي احنا بنرسمه اللي هو مثلا بيبع عندك قوة W على الكاميرا وانت تيجي رسم منها شير رسمة الشير اللي هي لما يكون عندك رسمة الشير بتاعة اي كاميرا لو انت عندك اي حمل W لو انت عندك حمل W على كاميرا تمام وبعدين مطلوب منك انك ترسم منه شي طيب عايز دلوقتي اقول ان فيه فرق فيه فرق كبير ما بين فيه فرق كبير ما بين الشير فورس والشير سترس ايه جماع الفرق ما بين الشير سترس والشير فورس لا ميتر رن ميتر رن يعني على المتر الطولي احنا دلوقتي عندنا دابليو على الميتر الطولي على الميتر رن كويس كده فبترس من الفورس دايجرام بتطلع طن تمام طيب بعد ما بتطلع القوة عندك بالطن زي كده دي كلها قوة بالطن اللي هي الـ Q maximum والـ QCR تمام Q maximum والـ QCR علشان تحول من قوة لسترس لازم تقسم على مساحة تمام طيب طيب جميل جدا طيب اهي المساحة اللي انت هتقسمها اللي انت هتقسم عليها القوة بتاعت الشير همسحة القطاع اللي انت بتتحول شايك عليه بقايا جماعة يبقى الشير سترس بتساوي الشير فورس على الـ B في D الشير سترس بتشاوي الشير سترس بتشاوي الشير فورس على الـ B في D لسه ما اتكلمتش في حكاية maximum وCR دي الناس معايا كده اديك طن على السنتيمتر المربع عاونية طن على المليمتر المربع طيب ايه الفرق ما بين الـ Q maximum والـ QCR شوف يا جماعة الـ Q maximum دي بتبقى فوق الساببورت اللي هي بتساوي رد فعل العمود يعني انت مثلا لو عندك آآآآآآ لو عندك مثلا كاميرا شاي لـ a 50 طن يبقى الساببورت ده او الـ 50 طن دي فالنص أو موزع حيامة لموزع يبقى الساببورت ديekiกه 25 والساببورت ديشي millimeter 25 كويس كدا؟ قيد طيب عرض الساببورت عرض الساببورت خلينا نرسمها لكم هناكده فيًا الـ Whiteboard على ججме عاونها في الويت بورد دي ونفتح ويت بورد جديد تمام؟ طيب احنا دلوقات لو عندنا ايه؟ لو عندنا دي كده كاميرا شايل يا جماعة الطريقة الماء هنا كده خمسين طن تمام؟ وهنا كده انا عندي عرض الصبورت ده عامل كده تمام؟ وعرض العمود ده من هنا عامل كده وصل هنا كده كويس؟ طيب فدلوقتي يبقى رد فاعل يبقى لو ده خمسين طن هنا يبقى هنا عندي في السنتر لاين ده هنا كده عندي هنا خمسة وعشرين وعندي هنا كده خمسة وعشرين صح؟ الناس معاي؟ الناس معاي؟ طيب جميل دي كده يا جماعة اسمها الخمسة وعشرين دي اللي عند السنتر لاين بتاعة الرياكشو بتاعة السبورت دي اسمها الكيو ماكسيموم بس في الحقيقة يا جماعة في الحقيقة ان انا لما بجأ اعمل تشيك شير فانا ميلزمنيش ان انا شايك على المكسيموم الرقم الكبير ده الرقم ده كبير جدا بالمقارنة مع الرقم اللي انا لازم اشايك عليه ان انا لازم اشايك عليه فين يا جماعة؟ ان انا لازم اشايك عليه على بعض لا مش على وش العمود كمان تخيل ان مش ده كمان الخطير ليه مش على وش العمود هقولك انا ليه مش على وش العمود طيب المعادلة اللي كتبت صح بس انا عايز اقول هي ليه مش على وش العمود شوفوا يا جماعة اي قوة بتتوزع ها بتتوزع تتوزع كده تمام؟ فبالتالي انت هنا هتبعد عن وش العمود دي على الاتنين لان القوة هنا بتتوزع واحد لواحد يحنا يا جماعة بنعمل دي على الاتنين لان القوة بتتوزع هنا واحد لواحد تمام؟ فبالتالي هنبعد المسافة دي المسافة دي هتكون دي على الاتنين تمام؟ يبقى هنا ده السيكشن الكريتكال بتاعك اوكي شباب اوكي شباب كله معايا طيب بناءنا عليه بناءنا عليه بناءنا عليه فاحنا طلع عندنا قيمتين هنا Q maximum اللي هي الكبيرة خلص اللي هنا دي و QCR تمام ماشي شباب طيب احنا بنستخدم مين QCR تمام ده كده نحز الكلام الصحة الصحة تمام بس طبعا ايه في الغالب كده احنا مستعجلينه وشغلين في المسائل بنجي مستخدمين Q maximum خلاص تمام طيب طيب بسوا كده يا جماعة هنا في ايه لفتة مهمة كده لما يكون عندك لما تكون عايز تحسب بشير لكذا لأنواع مختلفة من الكاميرا طبعا دي يا جماعة كاميرا ها box section كويس ودي وفل ودي تي سيكشن عادية ودي ممكن تسميها اي حاجة مش ازمة كويس أنا طبعا السهم مش باي دي ممكن تسميها اي حاجة دي تي سيكشن ده box section ودي شبيهة للوفل دي سلاب عليكم السلامة طيب بيقول لك ايه بقى بيقول لك ايه ان انت اللي بيقاوم عندك الشير تقول في عرض مساحة صح كده مساحة مقطع عايزكم تخلوا الكلمة دي دايما كده بفالكم ان اللي بيقاوم الشير مساحة مقطع مساحة مقطع تمام طيب البي في دي الى احنا نستخدمها هنا مساحة المقطع الى بتقاوم theirs الجهاد القص اللي بتقاوم provocative جهاد القص تركس كده في معنا الحاجات وانت بتفكر فيها يبقى ده مساحة المقطع ده مساحة المقطع الى هي هيشارك في مقاومة جهاد القص ذا ايه ده يعني انا لما يكون عندي قوة عايزة تكسر البتاع ده كده الشكل ده كده فانا اللي هيقاوم عندي جهاد الطص هي المساحة دي والمساحة دي تمام تمام طيب وهنا هتكون المساحة دي والمساحة دي ماشي والعدالة يعني والعدالة المفروض ان احنا كمان ندخل المساحة دي والمساحة دي تمام وهنا اللي هيقاوم مساحة القص هي دي طيب يبقى انت من الاخير هنا كده في الاخر كده عايزين نوصل لإيه ان البي ماشي ان البي هي بتكون مجموع عرض القطاع او هو في الاخير عايز يوصل للمقطة دي عايز يقول ان لو عندك مساحة بالعرض دي يعني هو برضو هنا عايز يقول ان انت لو عندك المساحة دي متستخدمهاش تمام يا جماعة؟ طيب هنا يا جماعة ده المسألة لنكم اتباه كلكم عدي عمدنا كاميرا عليها دابليو كويس كده عدي السيكشن متاع الكاميرا ودي عرض العمود ودي يديه على الاثنين بيتوزع واحد الواحد على خمسة واربين تمام؟ طيب هنجيب ازاي القيمة دي يا جماعة؟ هنجيب ازاي الكيو سي ار؟ هنجيب ازاي الكيو سي ار؟ عند النقطة دي هنجيب هنجيب الرياكشن اه والله ممكن جدا نسبة وتناسل صح متشابه مسلسات صح او في حل الناس الغلابة اللي زاي بيحلوا ان ايه؟ على فكرة هو الصح انك تشتغل بالطريقة الازجئة انك تستخدم متشابه المسلسات تمام؟ فهنجيب اوصل لكم الفكرة بطريقة تانية انتشابه مسلسات صح بس هو هنا قالك انك ايه؟ تاخد الرياكشن ده وتطرح منه القوة W في المسافة دي في المسافة بتاعت السي على 2 زي الدية على الكني تمام؟ مش المسافة ده مش الحملة W ده متوزع على الكاميرا كلها طيب فانت بالتالي لو درقته في المسافة اللي هو متوزع عليها وتجي تارحه من ال R يطلع لك QCR تمام؟ تمام يا شباب؟ طيب حتة مهمة بقى لازم ناخد بالنا معانها ان انت لما تيجي تحسب QCR عندي كنتي ليفر ما بتاخدش ال D زي الدين تمام؟ ما بتاخدش ايه؟ لا ال D على الاتنين مش هتختلف طالما فيه اتنين ساب بورد مش هتختلف لان الشرخ على 45 تمام؟ لكن هنا مثلا في كنتي ليفر لان ما فيه اتنين ساب بورد طب التالي هناخد هناخد على وش الركيز على طول تمام؟ تمام؟ تمام يا شباب؟ يبقى عندي كنتي ليفر هناخد على وش الركيز على طول جوه جوه في السمبل بيم او في الكنتين واس بيم هناخد على بعد C على الاتنين زي الدين على الاتنين اوكي؟ طيب اوكي تعالوا بقى ندخل بقى كده نفكر في الكلام اللى بالظبط طبقى طيب احنا هنا ده بورس دياجرام يا جماعة ده القيو كابتل دي اللي هي اللي بتنتج عن ان انت ترسم W اللي هي نتجة عن الحاجة ده فورس دا اجرام ازاي ده فورس دا اجرام انت عندك W حملة موزة على كاميرا بترسم منه تطلع هنا reaction بالطن وتفضل نازل كده بالطن لحد ما يديك هنا reaction تاني بالطن مختلفين معاي في الكلام ده القيو الكابتل فورس فورس طيب الكل سمول بمجرد ان انت قلت كيو سمول ده معناه انك بقى عندك قطاع يعني كيو سمول دي بتتعلق بالقطاع كيو سمول يعني القوة اللي عندك على المساحة بتاعة القطاع قد يكون مساحة القطاع ده كاميرا فتضرب البي في الدي قد يكون قيبيم ستيل فتجمع مساحات تشوف انهي مساحة بتقاوم الشير وتحسبها قد يكون زي ما يكون المهم بما انك قلت سترس يبقى انك قلت كيو سمول يبقى ده سترس يبقى لي علاقة بالقطاع تمام؟ طيب قلنا الكيو ماكسيموم بتبعي عن الكيو آر بايه بسي دي دي على الاثنين زي دي على الاثنين طيب لما تاسم الكيو ماكسيموم او الكيو سي آر على مساحة القطاع يطلع لك الايه؟ الكيو يو تمام؟ طيب يبقى هنا هيتطلع عندنا على المكسيموم كيو كيو على بي على دي ليه كيو ماكسيموم على بي على دي على بي في دي والكيو اللي هي الأكشوال اللي هي اللي عند بعض دي على الاثنين زي دي على الاثنين تاسمها على المساحة ماشي يا جماعة؟ طيب عندك الرقم ده يبقى انت كده عارفت ايه هو الشير اللي جاي على الكاميرا بتاعتك ودلوقتي بقى ابدأ افكر ازاي هتسيفه يعني انت بمجرد انك توصل لكيو يو يبقى انت كده عارفت ايه المشكلة اللي عندك يبقى انت عندك مشكلة مثلا اثنين ونص طن اثنين ونص نيوتن على الملي متر المربع عايز تحل المشكلة دي دلوقتي ومحتاج تسيف الكاميرا دي هتسيفها ازاي؟ هنا بقى السؤال الوجيه اللي احنا نبدأ نفكر ازاي نسيف الشير على الكاميرا يبقى عارفنا يا جماعة ازاي توصل لقوة الشير اللي عاملت لك مشكلة على الكاميرا ترسم الشير دي اجرام توصل للكيو ماكسيموم الكيو كابتال ماكسيموم تيجي عملت شبه مسلسات تيجي جايب الكيو سي ار من الكيو سي ار تيجي اسمها على مساحة القطاع تعرف الكيو اللي بتأثر على القطاع عندك الكيو الشير سترس اللي بيأثر على القطاع عندك اللي انت محتاج تحله مشكلته ده كده المشكلة بتاعتك في مشكلة لحد كده اسلام عنده مشكلة عنده ولا ما عندهوش طب اللي عنده مشكلة يكتب اتنين اللي ما عندهوش يكتب واحد جميل جد طيب احنا اتفقنا اتفقنا يا جماعة ان الكيو سي الخرصانة بتقدر تشيل كم قلنا بتقدر تشيل كم يا جماعة قلنا بتقدر تشيل 24% 24% جزر FCO على الجماسي صح احنا قلنا الخرصانة بتقدر تشيل الرقم ده ايه الناس نامت ولا ايه ارجع شوية الفوق اه طيب ماشي انتو لو الناس موافقانين احنا عايزين نشوف ايه اللي بيحصل في الدستور تقولوا واحد كده عشان صراحة نفسي اخد بريك واسمع الناس بتقولوا واحد كتير اسكت علاء لا يا جماعة الناس الناس اللي برا مصر لازم تحتموا بسطور مصر الغريانة يا جماعة هناخد بريك بعد ازن بش مهندس احمد لطف هناخد بريك ان شاء الله ما يكونش طويل تمام واحنا مع بعض عن روم يعني احنا انا مش قايم انا قايم انا قايم انا بتلفزيون شغل بقدان بريك يا جماعة بدأنا ثلاثة اتنين لا لا دلوقتي دلوقتي احنا نكمل احنا ناخد بريك بس لان الاكاديمية مش هينفتت موعد تاني خلال اسبوع لان المعادفل ماشي احنا نكمل دلوقتي محاضرة جاية في نفس المعادة جماعة موسيقى موسيقى وضعها في الوحيد وليس ويساعة للغاية أكثر من 35 أكبر سألة شباب شباب حبيب قلبي علاء حاضر ماشي يا كبير طيب نكمل يا جماعة رأس حسن الناس خرجت والله الناس موجودة الناس موجودة الناس موجودة طيب طيب اتفعنا يا جماعة من الخرصانة بتشيلها دي او 20% جهاز الفي السيو على الجامعة السيو فاكرية الرقم ده طيب طيب يبقى يلعونا من الخرصانة بتشيل بس نص الايمة دي يبقى ندرى 24 في جهاز الفي السيو على الجامعة السيو ميطلع رقم نقسمه على اتنين يبقى ده كده من قطاع الخرصانة بتاعنا يقدر يشيله طيب متل الخرصانة هتشيله ويتفضل لنا قيمة هنشوف اذا كنا نعرف نشيلها ده الكنات او هنحتاج نحط لها حديد مكسح معايا يا شباب او هو على كده يبقى الكيو يبقى الكيو ستيربس ألتمت تمام بتساوي الكيو اللي عندك ناقص تيو سي يو على الاتنين اللي هي قلنا القيمة دي على الاتنين تمام كده شباب معايا شباب معايا طيب قلنا ايه هيشرح تاني الكلام اللي انا قلت عندك افي سي يو وعندك افي ألتمت وبي ودي وكيو سي ار تمام طيب بيقول لك ايش هيكل عشير بتعمل ايه تيجئة جاية ايه لانه كيو سي يو بتساوي 24 في جازر اي في سي يو على الجامة سي الكيو ماكسيموم بوينت سيبن 70 في المية في جازر اي في سي يو على الجامة سي تمام طيب كيو بتساوي ايه الكيو سي ار قلنا نجيب ازاي كر قلنا نجيب ازاي كيو سي ار من فين من الشير دا اجرام لا مش من المعادلة كيو سي ار عن جيبها من الشير دا اجرام نرسم نرسم الشير كله وبعد كان يجي ترحيم منه اه القيمة لحد ما نصى اللي سي على اثنين زي دي على اثنين تمام تمام طيب لما تجيب الكيو يو اللي هي تأسيم الكيو كابتل على البي في الدي يطلع لك يبقى يطلع لك الكيو يو تشوفوا بقى جماع التابل دا التوزيع دي مهم لو طلع لك الكيو يو اقل من اقل من الكيو سي يو يبقى تحط وكان الله بالسر عليه موقفلنا المسألة وخلصنا خلاص يعني لو طلع الشير اللي موجود على القطاع اقل من الشير اللي تقدر الخرصانة بس تشيله هنسمع يا جماعة كلمة الرئيس ونرجع نكمل الحتة دي معلش يعذروني تشجر في مقانوا تشجر 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 و Ohhh مثل ان اشتركوا في القناة 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 كمان مش طيب الناس معايا احنا جماعة ايه هنتلم انها عرضة عن ايه عن الشير تشيك شير الكاميرا مش بس بتكسر من البندنج مومت الكاميرا بتكسر من حاجات كتير من طرشة من شير من مومنت من حرارة ستلمن لا ازبط تمام فالكاميرات حاجة من الحاجات الاساسية المهم ان انت تشيك عليها انت بتصنم كاميرا ان تشيك عليها شير تمام يمكن المومنت ليه ظروف وظروف سوري التورشن ليه ظروف وظروف وحالات كده ايه تضطر انك تشيك تورشن مش لازم كل مرة تشيك تورشن على كل كاميرا لكن الشير ضروري على كل كاميرا شير تمام طيب الكنسبت اللي احنا بنشتغل بيه على الشير بسيط جدي انت ببساطة بتعرف الاول الشير سترس اللي جاي عليك قد ايه تمام في معادلات بتحسبلك الشير سترس اللي جاي عندك بتحسب الشير سترس من الشير فورس دياجرام الستركشور اللي انت بترسم فيه الشير فورس دياجرام بتجي تقدر تعرف منه الشير سترس لما تعرف الشير سترس يبقى انت كده عرفت المشكلة اللي عندك عندك مثلا كزا كزا نيوتن على الملي متر المربع شير طيب بتشوف الكزا نيوتن بيكون مثلا عندك ايه كزا طن على المتر المربع على المتر ممي فبتبدأ تشوف هو انت محتاج دي اديه و ايه ريكي ايه السيل اديه نفس الفكرة بالظبط انت بيبقى عندك شير تبدأ تفكر هو انت محتاج لها خرصانة اديه و حديد اديه طيب الشير ممكن نشرح حاضر بايش شوف يا سيدي احنا كنا شرحنا شوية دول قعدنا ندردش كده يجربع اساعة في الموضوع ده من شوية بس هنشرحه اتنا عشر خاطر قليلين طيب اكمل الفكرة انا بحكي فيها وبعدين هارجا تمام تمام طيب فبمجبا ابقى بنبدأ نشوف الموم الشير اللي جاه عندنا ده هنقدر نسيفه ازاي عندنا فكرتين او تلات افكار عشان خطر نسيف الشير 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 اول حاجة بنقول ان خرصانة تقدر تشيل منه كام طب لو الخرصانة مش كفاية بنبدأ نشوف الكنات تشيل منه كام ولو ممكن نزود شوية الكنات بنشوف لحب سيد طيب لو الكنات والخرصانة مش كفاية بنحتاج نستخدم ايه حديد مكسه بنت ستيل اوكي طيب العشان عشان ابقى كلامنا ليه معنا زي ما مهندس حسام س implants دول نفهم يعني ايه grant share الشير الشير ببساطة شديدة ان انت ايه ان انت يكون عندك ااااااا ان انَ انت يكون عندك موبايلك تаюсь تحطه على طرف على طرف التربيزة والتضغط عليه نصي ونص جوه. تمام؟ وتقط عليها عشان بتحاول تكسره. تمام؟ تمام يا الشباب معي؟ معي؟ هلو؟ اه كده عكسر من النص. انت وانت تضغط بيدك على الموبايل بتحاول تكسره والترابيزة بتقعيك من الناحية التانية بيسمع الشير فورس. الشير فورس يعني قوتين عند نفس النقطة في عكس الاتجاه. قوتين عكس بعض عند نفس النقطة. يعني النقطة دي عايز سطلع لفوق والنقطة دي عايز ستنزل لتحت. يعني مثلا ايه؟ العمود بيرد على الكاميرا برياكشن لفوق. كويس كده؟ والاحمال اللي فوق الكاميرا عايزة تكسر الكاميرا لتحت. وده احنا كده عندنا الشير فورس. الشير فورس عنده قريبة من العمود مش في النص. القوة اللي في النص اللي بتضغط على الكاميرا لتحت دي اسمها بتتحول لشده وضغطه وتطلع بين دينج موم. تمام؟ لكن القوة اللي قريبة من السبور. اللي قريبة من السبور. اللي هي بتكون بتضغط على الكاميرا لتحت والسبورت دي رد عليها لفوق. تمام؟ طيب مين يا جماعة اللي بيقوم الشير فورس؟ احنا كنا مسلا بنقول في المومنت ان المومنت بيتقاوم عن طريق ان تحت فيه حديد بيتشد وفوق فيه ضغط في القطاع بيتضغط على بعضيه. فبالتالي القطاع بيبدأ يشتغل. طب الشير بيتشال ازاي؟ ايه الحاجة اللي بتقاومه؟ الحاجة اللي بتقاوم الشير هي مساحة مقطع الكاميرا. مساحة المقطع. يعني البي في تي. البي في تي هي. الناس فاهماني وانا بقول بي في تي ولا مش معايا. تمام؟ ايه. البي في تي هما دول بيقوموا. يعني خلينا اقول ان ايه يا جماعة؟ الناس فاهماني طيب ولا الناس فاهماني عني البي في تي ولا انا؟ طيب جميل. الناس اللي معايا طيب تقول ان تضغط واحد كده. خلينا معايا. مساحة مقطع. اه مساحة اه. تمام؟ طيب احنا بقى دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول ان احنا اول حاجة اول حاجة. نعرف هو احنا جاي عندنا. انا مش هشرح بالترتيب المرة دي. هشرح كده شوية مختلف. نعرف هو اللي جاي عندنا. اللي جاي عندنا. قوة قد ايه اللي احنا محتاجين نشيلها. كويس كده يا جماعة. طيب خلينا نشوف احنا جاي عندنا قوة قد ايه. احنا جماعة لو عندنا كاميرا. ده القطاع بتاعها. دي. تمام؟ سقوط دي. قمق دي. وشايلة حمل دابلي. كويس كده. طيب انت اول ما بيجي لك يقول لك ان انت عندك اتنين صبورتات وبينهم سين بالبين. كده صوت واضح. الصوت. الصوت يا جماعة بس لو عملت الفيش الأمورة تصدر. كده كويس. اعتقد كده كويس ها. تمام. موضوع بسيط قوة. انت دلوقات لما بيجي لك في ويجيب لك ايه سيمبل بيم ويقول لك يرسم لي الشير ديجرام عليها والسيمبل بيم دي شايلة دابليو. تمام؟ حمل دابليو طن على الميتة الرن. دابليو طن على الميتة الرن. كويس او. دقوم انت ترسم الشير ازاي؟ تيجي تضارب دابليو في اللي يطلع لك رقم تيجي اسمه على الاتنين يطلع لك ايه الرياكشنات؟ انا بتكلم صح ولا الناس مش معايا. الناس فاكرة استراكشور ولا لأ؟ دابليو في اللي يطلع لك ايه؟ دابليو في اللي يطلع لك التوتال لوت. اسمه على الاتنين يطلع لك الرياكشنز. تمام؟ يقول عندك هنا ايه؟ صب هنا رد فعل وهنا رد فعل. ترسم الشير ديجرام الخط اللي بيبدأ لفوق وبعد كده الحمل الموزع ينزل بي سلوب 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 خط ميل لحد ما يوصل عند الساببورت يجي طالع قافل الايمة. مع انا كده يا جماعة بتكلم صح؟ طيب يبقى انت كده رسمتي الشير فورس ديجرام. شير فورس ديجرام. الفرق جماعة بين الشير فورس ترس. لا انا مش بس العشان انت تقول لي ايه؟ ايه بل ايه؟ الفرق ما بين الشير فورس؟ ايه فرق ما بين كلمة فورس وسترس؟ صح كده. ان السترس ده القوة معسومة على المساحة. قوة معسومة على مساحة. الشير فورس ديه فورس ياسط. تمام؟ طيب. طيب. بعد ما ترسم انا بس ايه حبيت اخد الملحوظة دي كده على جنب. خلينا دلوقتي نرجع تاني للشير فورس ديجرام اللي احنا ده سمناه. بعد ما ترسم الشير فورس ديجرام. تسأل نفسك سؤال مهم. يا طرى انا لو عندي كاميرا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بالشكل ده. بالشكل ده. اشايك على القيمة اشايك شير. على السنتر لاين بتاع الساب بورد؟ يعني انت متخيل ان الكاميرا ممكن تكسر عند السنتر لاين بتاع الساب بورد؟ حد متخيل كده يا جماعة؟ طيب. يرى الكاميرا ممكن تكسر فين؟ ايه انا على وش الساب بورد؟ تمام؟ طب تقريبا دي عايزين نحددها بالزبط. اتحدث ازاي تقريبا دي؟ بص يا سيدي. تقريبا دي قالك ايه مش بس على وش الساب بورد. لا ده بص. الخرصانة بيتوزع فيها الحملة على وش الساب بورد. واحد على واحد. تمام؟ واحد لواحد. وبالتالي يبقى ايه يتمشي خط خمسة واربعين. لحد ايه? لحد السنتر لاين بتاع الكاميرا. ويبقى ده هنا كده المكان اللي تقدر تشيكل على الماكسيموم شير سترس. تمام؟ طيب يبقى المكان ده على بعد ده على بعد. سي على الاتنين زائد دي على الاتنين. عمج القاميرا على الاتنين. من السنتر لاين بتاع الايه? بتاع الساب بورد. سي على الاتنين عشان تبقى على وش الساب بورد. العمود. وبعد الساعة الاتنين تمشي كمان دي على الاتنين. يجيبك هنا على ايه? في المنطقة الكريتك. تمام? طيب. الحالة دي كده جماعة نقول ان هو على بقية دي على الاتنين من على وش العمود لما يكون لما يكون آآ الكاميرا سيمبل بين. طب لما يكون كنتي ليفر اخده على طول على وش العمود. على الساعة الاتنين على طول. ما تاخدش بعد ما تكترش كمان لبرو. ماشي يا شباب? ماشي? طيب. طيب. على بعض يسي على الاتنين زي الدي على الاتنين. على بعض خمساشر على الاتنين. المهم اجيب القيمة دي ازاي? عندك حلين عشان تجيب القيمة اللي هو سمها السي كيو سي آر. كيو كراك. تمام? كيو كراك تجيبها ازاي كيو كراك? كيو كراك اما تجيبها بتشابهم المثلسات من المثلسين دول ادي مثلس صغير ودي مسألس كبير. تمام؟ يعني اما تجيبها انت عندك ال W وعندك المسافة دي. اوكي. انت عندك القوة دي. تمام؟ تطرح منها ال W في المسافة دي بجي QR. صح يا شباب؟ طيب عندك سكتين عشان تجيب QR. طيب. بالتالي لما يبقى عندك ال QR ده معنى ايه؟ ال QR دي القوة الشير اللي جاية من ال Structure. يعني انت عملت Structure Analysis تلقى لك عندك الكاميرا دي عليها كيو كراك بكزا. طيب ال Q كراك دي بقى. انا بقى عايز اعرف الكاميرا بتاعتي دي بالنسبة للقوة اللي جاية عليها دي. ولا محتاج ازود لها حديد? ولا محتاج ازود كنات? ولا ايه كده زي الفل. طيب انت كده من ال Structure Analysis بتوصل ان القيمة اللي انت هتبدأ تشيك عليها. تمام? تمام يا شباب? طيب قلنا اهو ايه لما يكون عندك تاخد على طول على وش العمول. تمام? طيب. طيب يا جماعة. علشان يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه? ال Q capital crack. Q crack capital. علشان يبقى عندي قيمة اشيك عليها فانا لازم احولها لسترس. تمام? طيب عشان احنا احول القوة اللي عندي بتاعتي الشير دي لسترس اعمل ايه? عشان اعرف هي كفاية ولا مش كفاية. بلاش نقول كده. بلاش نقول كده. خلينا نجيبك الموضوع من العكس. خليكم معي ثانية واحدة. احنا دلوقتي وصلنا ل Q crack. القوة قوة شير عند النقطة دي. تعالوا بقى نجيب الموضوع من ناحية التانية. ايه بقى الموضوع من ناحية التانية? الموضوع من ناحية التانية ان احنا نقول ان احنا عندنا كاميرا. طيب الكاميرا دي. الكاميرا دي. تقدر تشير شير قد ايه? والله تقدر تشير شير اربعة وعشرين في المية في جزر اربعة وعشرين من مية. تمام? او هنا بقى من اول الباب بقى من اول الحكاية. اي خرصانة يا جماعة? مزبوط. بس خلينا بقى نجيب الموضوع من ناحية تانية بقى. خلينا نتقابل في نقطة. اي خرصانة اي خرصانة تقدر تشيل اربعة وعشرين في المية. من جزر الفي سيو بتاعتها على الجماعة سي. تمام? ولان احنا عايزين نحط فاكتور فاكتور سيف فاكتور للاخرصانة فبيقول انها مش هبسين في المية من الايمة دي. يبقى الخرصانة الوحدها. القطاع بتاع الخرصانة الوحدة من غير حديد من غير اي حاجة. يقدر يشيل. يقدر يشيل. اربعة وعشرين في المية في جزر الفي سيو على الجماعة سي. ولان في الكود بتاعنا المصر المتحفزين شوية فهنقابل خرصانة ما تقدرش تشيل غير نص الايمة دي. يعني كانتها بتشيل 12 في المية جزر الفي سيو على الجماعة سي. تمام? جميل. ولو كانت الكاميرا مش عميقة يعني لو كانت الكاميرا مدفونة عمقها قليل. او بلاطة. او قادة يعني حاجات. يعني طول ما دي كبيرة. دي عمق القطاع كبير تستخدم اربعة وعشرين في المية. لو البي بتاعت القطاع. لو البي بتاعت القطاع هي الاكبر تستخدم 16 في المية. وبرضو في الاخير تسهم على الاتنين. يعني في الاخير الخرصانة بعد ما تستخدم المعادلات دي تجاسم على الاتنين. تقولي الخرصانة مش تشيل غير نص الايمة دي. تمام? ماشي يا شباب؟ معي؟ مصهوم اللي انا بقوله ولا صعب؟ الناس صعب معي ما فيش حد معي غير حسام؟ الو يا بشر يا ناس. مين نمبر ون؟ ماذا تدعى؟ واضحة الناس نمت ولا؟ الوقت دي عمق القطاع المتأخر في مصر؟ الساعة 10 في مصر دي عمق. طيب. طيب. ماكسيما مكسيما مكسيما مكدرون. يا جماعة تقدر تلو خرصانة كم؟ الله يعينك يا علاء ماكسيمم خرصانة تقدر تشيله كم؟ 70% بشرط ان هو يكون اعلى من 3 ميلي متر مربع تمام؟ هنرجع تاني للمعادلة دي بس في الاخر كويس؟ طيب طيب يبا احنا عرفنا ان الخرصانة الوحدة تقدر تشيل 24% جزر FCU طيب يبا انا عندي لايه؟ الشير فورس لما اسمها على مساحة القطاعي دي نسترس او ام قرنه باللي تقدر الخرصانة تشيله او ام قرنه باللي تقدر الخرصانة تشيله فاعرف هو انا كده الخرصانة بتاعتي save ولا unsave واذا كانت unsave هزود كنات او هزود حديد مكسة تمام؟ طيب عشان احول قوة الشير الاسترس فانا بقسم القوة على البي في الدي كويس كده؟ واطلع عندي رقم اجي مقرنه بال القوة اللي كنا نستر بنتكلم عنه دلوقتي اللي اول ايه؟ ال 16% او ال 24% معي يا جماعة طيب بتاخد ايه؟ بتاسم ال qcr اللي احنا جمي القوة على المساحة اللي ايه بي في دي مساحة المقطع هديرت تعرف الايه؟ ال q u ماشي؟ طيب نكمل بقى ونحنا كده عارف نقدر نعرف الخرصانة تقدر تشيل كام واحنا عندنا قوة قدية نجي مقرنين ده بدا ونجي عارفين ايه؟ هيبقى الموضوع ماشي ازاي؟ طيب تعالوا بقى ندخل في الموضوع in detail بقى في التفصيل بقى طيب احنا دلوقتي عندنا عندنا المسألة كان عليها وما فعرفنا نجيب q maximum ونجيبنا qcr وهمنا اسمين على المساحة فطلقنا اتفين معي لحد كده؟ طيب ال q u ال q u اللي هي هتساوي ال q cr على ال bfd طيب الخرصانة هتشيل قدية؟ هتشيل 24% جزر fc u 24% جزر fc u على ال gama c نطفل اطرح ده من ده على الاثنين مزبوط يبقى ال q بتاعت ال stirops ال q ال q الكبيره على القطاع كله ناقص اللي هتقدر تشيل الخرصانة تمام؟ يطلع لك ال q المتفضله ده اللي هتشيلها المستيرابس اللي هي ال ايه الكنات تمام؟ ده ال concept ده الفكر تمام؟ طيب خليه هو هنا بيقول لك ايه شيك لي انت عندك FCU عندك F field والB والD وعندك ال QCR جبتها من force diagram شيك لي على الشير كويس كده؟ طيب انت بتيجي مفكر تقول له ايه ان انا عندك CU 24% جزر FCU ادي كده اول حاجه تجيبها والماكسيموم ب70% خليه دول كده على جامل وبعد كده تيجي قايل ان المؤثر على القطاع القوة اللي جايه على القطاع نفسه بكم؟ بQCR على الB في الD اللي يطلع على QU وتيجي باعتك الQDD تقارنه والله لو الQU اقلم من الQCR اقلم من الQCU يبقى خلاص انت كده الخرصانة بتاعتك قطاع الخرصانة كافي انه هو يشيل الشير وتقدر تحط minimum area steel وانت متطمن والدنيا save وتمام التمام تمام؟ طيب لو الQCU لو الQU اقل من او تساوي الQCU اللي تقدر تشيل الخرصانة اه تحط كنات ليه بقى بصوا بقى سيدي الكنات في الاساس موجودة عشان خاطر ربط الحديد والتعليق ده السبب الاول الكنات تمام؟ فالكنات minimum area steel وخلاص ده ليه 5.8 في المتر برميتة الرن اه التعليق اللي هو تعليق الحديد العلوي تمام؟ طيب لو بقى الQ اللي طلعت على القطاع بتاعتك اكبر منه ان الخرصانة تقدر تشيلها بس اقل من الماكسيموم يبقى في الحالة دي انت محتاج تزود شوية كنات او تحط حديد مكسح هنشوف اذا كان دي او دي او الاتنين سوا هنعمل ايه؟ يبقى لو كانت الQ اللي جاي على القطاع ما بين الخرصانة تقدر تشيلها اكبر من الخرصانة تقدر تشيلها وفي نفس الوقت اعلم من الماكسيموم لقى 70% جزر FU على الجاما C لعشان قولتلكم انا ارجع لها بعدين تمام؟ لو هي ما بين الاتنين يبقى احنا محتاجين نزود الكلام تمام؟ طيب لو بقى يا جماعة طلعت اكبر من الQ ماكسيموم اكبر من 70% جزر FU على الجاما C لا يبقى غير القطاع اصلا تمام؟ يبقى ساعتا انت محتاج ايه؟ تغير القطاع معاي يا جماعة؟ الشباب طيب الحالة اللي احنا احتمت بيها احنا ايه نشتغل دلوقتي احنا اقولنا خلاص لو هي ايه لو شايكنا على القيمة بتاعت الQ وطلعت اعلم من اللي تقدر تشيل الخرصانه يبقى سلامتك خلاص المسألة محلولة طيب ولو طلعت اكبر فاحنا نحتاجين ان احنا نكبر القطاع ونرجع تاني نجرب في المرحلة في النص فالمرحلة في النص اللي هي ان الQ تبقى ما بين او اكبر من اللي خرصانه تقدر تشيله اعلم من الماكسيموم احنا كده ممكن نزود القطاع في الاول والاخر بس طب وليه التعب ده؟ ليه تعمل كده؟ ثنا ث gamer على فكه تنخص وتعبش اول اختباه ، harb لا لا بيحصل بيحصل زي ما بتقول وفي الستيل كمان بيحصل تلاقيه حط حوالين الويب يلحم عليه حديد كمان حوالين الويب تمام ده كل ده معانا ان هو بيزود القطاع اه هنش مزبوط تمام طيب يبقى الحلقة احنا متكلم عنها ان انت ايه تكون في النص اكبر من الخرصانة تشيله وفي نفس الوقت اصغر من الماكسلوم طيب نعمل ايه بقى يا جماعة احنا خلاص عارفنا الـ Q-Sterops تمام طيب في معادلة كده اكتب جنبا ايه حافظه ها عند دكتور ياسر يقولك ايه بقى طبعا الـ Q-Sterops اللي احنا بنبقى عارفينها بنبقى عارفينها منين يا جماعة ان احنا طرحنا الـ Q اللي جاي على القطاع كله نايس اللي تقدر تشيله الخرصانة طيب طيب تيجي بقى ايه انت عارف الرقم ده والـ N يا جماعة اللي هي عدد فروق اللي كانة يعني انت مسلا عندك كان فرعين يعني ايه كان فرعين اللي هي العادية خلص بتاعتني دي ممكن تلاقي كان اربع فروق يعني معمول في النص فرعين كمان زيادة عشان خاطر تربط الحديد اكتر تتعامل فيك اللي بتزد عن 25 سنتر عن 30 سنتر تمام؟ A-S-T مساحة مقطع الحديد اللي انت هتستخدمه الـ F-Field الـ F-Field هي اجهاد الخضوع عن الحديد اللي انت هتستخدمه بتستخدم انت عرض القطاع عرض القطاع هنجلها طبقة مع سواني بس هننزلها تحت لا عاجي ممكن يكون اثنين تمام؟ اها جماعة كده واضحت كده كده واضحت طيب يبقى الـ N عدد الفروق هدي فرع اثنين ثلاثة أربعة تمام؟ 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 هلو؟ تمام؟ 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 اللي انت جاهل؟ اهلا؟ بص يا مش مهندس محمود مش الحاكم اللي ربا مية اللي حاكم ان X لا تقل عن خمسة سنتي ومزيتش عن خمسة وعشرين ده الحاكم تمام يعني انت ممكن في كاميرا خمسة وثلاثين سنتي تحط عربع فروق مش مشكلة تمام انت ليه تزود الفروق لان انت عايز لان انت عايز سيف شير ومعندكش مثلا فرصة ان انت تحط مكسة فتزود الفروق بدل ما تزود عدد الكنات نفسه ممكن تزود الفروق فانت ازاي لا لا ما فيش اسف ولا حاجة شوف انا هقولك الموضوع خد الموضوع بالعقل خلينا بص طب بص المعادلة دي هفهمكم فيها حاجة بسيطة انت دلوقتي خلص عندك ستيروس الان عنا اللي هو عدد الفروق مساحة مقطع مساحة مقطع السيخ اللي انت شغال بي تمام البي البي اللي هي ايه عرض القطاع الاس ستيروس حد عارف الاس او لا المرحب بين كل كان وكان ماشي طيب تمام يبقى انت دلوقتي عندك ايه عندك لو انت عندك كم حاجة مجهولة عندك الان مش مجهولة الان انت بتعرفها انت عندك عرض القطاع مثلا اه خمسة وعشرين سمتي فانت تحط اتنين بس اه فرعين اريا ستيل انت عارف السيخ اللي انت اشغال بي عشرة ولا تمانية وتحط الاريا ستيل بتاعته مساحة المقطع بتاعه البي انت اكيد عارفها تمام يتفضل عندك الاس هي الحاجة اللي انت مش عارفها اللي هي المسافة بين كل كان والتاني قويس كده تمام بتحل المعادلة فتعرف الاس لا ما احنا المرة دي مش هنعملها عشرين احنا المرة دي طب ما احنا قبل كده كنا حطين عشرين احنا قبل كده ما احنا اصلا الطبية بتاعها انها عشرين قويس كده وما كانتش كفاية احنا لا عايزين دلوقتي كنات اكتر من الخمسة في طانية في المتر احنا دلوقتي عايزين اكتر فانت خلي الاس مجهولة فيقولك انت بحتاج قد ايه كنات تمام تمام جميل طيب لما يطلعلك الاس تمام طلعت مثلا الاس قد ايه طلعت مثلا تسعة سنتي يعني كل تسعة سنتي لازم تحط كانت تخيلوا المسافة قريبة قد ايه طيب نعمل ايه ساعتها ما هي التسعة سنتي ده قريب جدا نجي عاملين ايه نجي رايحين نزودين الان دي نخليها مثلا تلاتي ما ده الفرعي نخليهم ثلاثة ثلاثة فروق للكانا نعمل فرع تاني في النص كويس كده تقوم الاس تتحرك قد ايه هتلوصر التلاتاشة اربعتاشر سنتي يبقى ساعتها انت تحط كل تلاتاشر سنتي كانا فهمتوا الحكاية؟ فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ تمام محمود؟ شوف بقى وانت بتصمم بص فيه حاجات مينفعش توله وفيه كذا تصمم صح وبعد كده يمشي ينفع قل لي خليه ما ينفع زي ما بتعملك انا اوتوماتيك للعمود اه واا انا كمان بص مش حكاية انك تسمع عنها او ما شفتهاش انا بافرض لك حل الرازل دلوقتي انا دلوقتي مش بتكلم عن انت في الموقع هتعمل ايه؟ لا في الموقع هتعمل ايه؟ اسهل حاجة انك هتجايل ايه؟ هتجايل ايه في الموقع؟ غير قطر غير القطر تمام؟ فيبقى عندك بده ما بتستخدم تمنية تستخدم عشرة يبقى لان سابتة والاس تزيد شوية تمام؟ انا بس بحكيه لك ان انت موضوع الان ده مش يتنيني اربعة يا خاء الموضوع انك تحكم بس المفروض ان يكون ميلش عن خمسة سنتي وما زيتش عن خمسة وعشرين سنتي تمام؟ وتحرك برحتك في الموضوع تمام يا شباب؟ طبعا ما تنسوش ابدا لو انتم شغالين ان الاففيلد بتاعت الميلد ستيل او ميتين واربعين نواتين على الميل متر المربع تمام؟ والمفروض المفروض يا جماعة المسافة بين الكنات متقلش عن عشرة سنتي وما زيتش عن عشرين سنتي ده الماكسيموم والمينيموم بتاع الس تمام كده يا جماعة؟ اشترك كده في التمام؟ ليه ما تقلش عشان خاطر تشغيلية الخرصانة؟ ماشي؟ ماشي يا جماعة؟ عارفين ماشي احنا دايما كده في الخرصان نقول ان المفروض ان يكون اكبر من المقاس الواحد ونصف المقاس الاعتباري الاكبر؟ تمام هو هنا بيتكلم في الكلام اللي احنا عدنا نحكي ده طيب لما بيطلع لك يا جماعة الاس تطلع مثلا باربعتاشر تجي انت عامل ايه؟ عايز تعرف كم كانة في المتر تجي اسم الف على مية واربعين فتعرف انت عندك كم كانة في المتر تمام؟ طيب المينيموم الميو مينيموم للكانات بوينت اربعة الف ييلد بتاعتها السرعة هتفاهم مهندسنا بمنع الحكاة كلها احنا خليكم انتم معايا اوكي؟ ميو مينيموم ما 70 منيوم بتاعة الكناة باش معنزة انا ريمان احنا هنا بنشرح خرصانة تمام احنا في المحاضرة السبعة وبنشرح مانوال يعني ايه خرصانة لا يبا انت كده في المكان الغلط تمام موضوع يخص مهانسين مدني على اين تنورين يعني نتنور بوجودي نتشرف بوجودي طي الامر على السريع كده يا شباب خلاص يا عماء اللي ما عرفك الجهة لك انتو فيه بس خلاص قدرح ان انا ريمان بتاعت ادب يعني ادب وبلغة وشعره والدول طبعا انتو خلاصنا حاستو من الارقام ما بقيتك بتحسوا بالحاجات زي دي مش كده لا لا تحت امرك شوف اقول له ادب وبلغة وشعر يقول لي ميو ميليموم لها يا حدود يا ما هي ميو ميليموم؟ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه دي المنموم هادي اصغر حاجة تمام؟ طيب اكزامبل في السريعة دل رجالة طيب عندنا FSU 25 FST 240 350 250 550 ايهو ايهو عرض العمود تمام كده طيب وهو قد ترخيره حاجة لك الشيل ده اجرام ونطلع لك ان هنا عندك 280 تمام؟ Q maximum ب 280 ماشي الكلام ده ماشي الكلام ده ام هو ايه بحساب المثلسات بس نص الكاميرا يعني اربعة متر تمام؟ وعنده C وعنده D لان هو عنده ديب 55 سنتي طيب يبقى C 300 على 2 30 وديب 550 على 2 يطلع رقم الماء يجمعهم على بعض يطلع 425 تمام؟ بحساب المثلسات يجي جايب الكيو كراك صح كده يا جماعة؟ بالتشابه يجي جايب الكيو كراك هلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على الجاما سي يطلع له 0.97 مش عارف اين نيوانتا على الملي متر مربع السبعين في المية تطلع له 2.85 نيوانتا على الملي متر مربع كويس كده يا جماعة طيب الكيو الكيو بتاعت القطاع هتسوي الكيو كراك على البي في الدي الكيو كراك على البي في الدي طيب عندك انت 250 ورب في 10 او 6 تلات عشان هي هنا بالكيلو نيوتن هيحولها للنيوتن يقسم على 250 في 550 يطلع لك 1.82 نيوتن على الملي متر مربع طيب كده طلعت الكيو بتاعتنا اكبر من اللي تقدر تشيلها الخرصانه تمام واقعلي من الماكسيموم يبا احنا هنا ايه محتاجين كنات اكتر من الخمسة فاي تمانية على الميتة الرم صح كده طيب احنا هنا محتاجين ايه تمام الناس معايا كويس او طيب الكيو ستي ربس هتسوي ايه كيو ستي ربس هتسوي الكيو يو اللي احنا جلسة جايبينها دي اللي هي طلعت ما بين الاثنين ناقص اللي تقدر تشيله الخرصانه لتقدر تشيله الخرصانه الكيو ستي يو على الاثنين ليه بوين تسعة سبعة تسعة على الاثنين كده جميل اوه هتساوي الان في الاريا ستيل في الاف فيلد في الاس تمام طيب الان اه بوه باثنين عدد الفروع اثنين والفاي بثمانية تقدر تجيب الاريا ستيل بخمسين وتلاتة من عشرة ملي متر مربع تمام كده ويبع عندك الاس هي بس اللي هي اللي هي اللي مجهولة ماشي تعود في المعادلة تزبط حياتك تطلع الاس تطلع الاس بكامر لتلاتة وستين ملي يعني كامر يا جماعة اقل من عشرة ملي اقل من ميت ملي اقل من عشرة سنتي طب ده ينفع اقل حاجة عشرة سنتي طب نجي عمين ايه نجي راجعين نكبرين الفاي موصلينها نستخدم ايه فاي كام فاي عشرة اللي همسحته كام 78.5 ملي متر مربع نجيين مربعين نجيين ايه حاسبين ونجيب الاس تطلع بكام لتمنية وتسعين لتمنية وتسعين ملي تمانية وتسعين ملي ده لسه اقل لسه اقل من المية تمام لسه اقل من ميت ملي أقل من عشرة سنتي فاي نعمل ايه تاني نجي مزودين الان نخليها اربعة تمام احنا معندناش حل تاني دلوقتي اربعة ونستخدم فاي تامانية عشان كده كده هيبقى كتير اصلا تمام والاريا السيل بتاعته بخمسين وتلاتة نعوض في المعادلة اربعة وخمسين وتلاتة نجي بالاس تطلع الاس بكام بمية ستة وعشرين وشوية يعني اكبر من عشرة سنتي بشوية صغيرين اتناشر سنتي ونص تقريبا تمام اه كده اوكي ايه جيين اسمين هو المتر الطولي على اتناشر مية ستة وعشرين واثنين من عشرة يطلع لك ايه سبعة وتسعة من عشرة يعني تمان كنات في المتر كم فرق اربعة لا طبعا تزاود القطر الاول لان الفرع بيبقى شغله صعب اوي في الموقع تمام يا جماعة يبا احنا نشتساخد مية تمانية فاي تمانية على الميتة الرن فور برانشز اربع فروق تمام طيب اخر حاجة نشيك عليها نشيك على الميو مينيموم الميو مينيموم بيكان ببوينت اربعة على الاف فييل تمام طيب بوينت اربعة على الاف فييل دي يطلع لك ببوينت او واحد ستة طيب الميوم بتاع الخرصانة بكام الميو بتاعت الستيل بكام ان عدد الفروع فيارية استيل بتاعت الكنات على البي في الاس تمام يطلع لك بوينت او ستة قويس كده اكبر من الميوم خلاص سيف اوكي خلاص بت المسألة سهلا جماعة مسألتي الشير طيب كونسبت الشير مفهوم وغد النظر عن المسائل كونسبت نفسه مفهوم جميل جميل طيب هنتكلم هنا دلوقتي عن حتة مهمة بيسموها بوينت اوف مين شير تبع ال بوينت اوف مين شير اوه تبع جماعة ال بوينت اوف مين شير يعني ايه ال بوينت اوف مين شير حد عائر الله يسلم اكي حسان حسان انت او مرة تحتر معايا لا 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 تجلوش بالك طب وفين يا ابني اختفيت فين بيتر مات وكده ولا ايه يا رب خير ان شاء الله ماشي يا شباب اه موضوع بقى ايه ال بوينت اوف مين شير دي مش كتير ناس بتتكلم فيها بس ايه الموصود بي انا عايزة فاهمها لكو بس الكنت يا جماعة المفروض تتكسف الاطراف بتاعت الشير لان الشير بيبقى في المنطقة دي كبير تمام وهنا قليل يعني في المنطقة اللي عنده قريبة من الصبورت بتفضل كبيرة لحد الخط الداش دي ده اللي انتو شايفينه وبعدكها بتقل في نفس الوقت ان حد تانية نفس الكلام بتبقى كبيرة في الحتة دي وبعدكها تقل طيب فهو بيقول لك بقى ايه شايفين كده مكسف ازاي كانت في الجنب ده والجنب ده وفي المص ايه خفيف شوية تمام طيب المسافة بتاعت التكسيف دي بيسموها زد اللي هي ايه البوينت اوف مين شير تمام طيب مزبوط تمام طيب بنجبها ازاي بقى البوينت اوف مين شير دي ها حد عنده خلفية طب حد ممكن نفكر في الموضوع نجبها نجبها ازاي المسافة دي انا عايز افاهمها لكو اكتر بمعنى تاني مش احنا كنا بنقول ان الخرصانة تقدر تشيل خليكم عاية ثانية واحدة مش احنا بنقول ان الخرصانة تقدر تشيل ها خرصانة تقدر تشيل شير طيب فين بقى المسافة للخرصانة ما تقدرش لوحدها تشيل شير ومحتاجة كرات زيادة اكيد المسافة اللي فيها الشير زيادة طيب السؤال بقى انا افضل احط كنات زيادة لحد فين اللي النقطة عندها هتكون خرصانة تقدر تشيل لوحدها فما احطش كنات افهمت الحكاية زي لا لان الخرصانة تقدر تشيل شوية تشير لوحدها ايوه لحد تقدر تشير الكيو سي يو فعشان كده الموضوع بسيط جدا هو بيعمل ايه؟ بص يا سيدي لحد الكيو سي يو هو بيجيب الكيو سي يو تمام؟ ويسويها يعمل معادلة صفرية بسيط خالص يعني لما ده يسوي ده هنعرف احنا الزد لما يكون الكيو ماكسيمم ناعس الدابلو في الزد على البي في الدي لما يكونوا الاتنين ده المتساويين يبا ساعت الخرصانة تقدر تشيل لوحدها صح كده فهمت المعادلة؟ يبا كده تحصل على زد الناس فهمت المعادلة؟ أنا مش بصوا المعادلة ده المفروض ما تفكرش فيها تاني المفروض انك فهمتها عندك كيو ماكسيمم وعندك وزن وعندك حمل لما تضربه في مسافة يديك برده كيو تمام كده؟ طيب كيو كابتل قوة لما تقسمها على بي في دي اللي هي مساحة يبقى انت كده عندك استرس لما تسوي الاسترسات ببعضها علشان توصل للسترس الخرصانة تقدر تشيله يبقى يساوي بكيو سي يو يبقى تقدر تجيب الزد اه تقريبا تمام؟ طيب لما تجيب الزد يبقى دي المسافة اللي انت ايه؟ هتحط فيها الكنات وبعد كده تقدر تسيبها تشتغل بالخمسة في تمانية عادي مفيش مشكلة تمام؟ مش كتير يا جماعة بيتعربوا للنقطة دي ومش كتير بيساعدواها في التصميم بس ايه؟ حاجة كده علشان خاطر الناس الكنسبت بتاعي زيد شوية وتفهم اكتر ماشي؟ مثالك اللطيف يلا كده يا جماعة سخانوا معنا التأسيم يعني ايه التأسيم؟ تأسيم ايه همش فهم انه لازم كهذا سيدي شعب انه لازم تتلم على دي مش فاهمك عايز تسأل عن التهشير دي يعني هو مميز بس الحاجات ببعضها تلك يو اس دي الخرصانة تتقسم على الين فتشيل القيمة دي تمام؟ ودي هنا الخرصانة تقدر تشيله طبيعي باستخدامك اللي فيها خناك كناك مينموم تمام؟ طيب نكمل ايه جماعة؟ مثال كده في الخفيف وبعد كان يجي دخلين على استخدام الحديد المكسح في الموضوع ماشي؟ مقدرناش كده وخلاص قربنا بس نستمع يلا جماعة عندنا كاميرا شايلة سبعين كيلو نيوتن على الميتر رن الفي السيو بتاعتها بمتين وخمسين او بخمسة وعشرين الفي يلد بتاعت الحديد تلتمين وستين وف يلد الحديد ميتين واربعين التانية والاي والتي اس بمية وعشرين سنتر سنتر خمسة عارفين ايه سنتر لاين سنتر لاين دي؟ وكلهم ستمائة في تلتمين من انه عمود لانه عمود لا مش من العمود للعمود عربك سباسينج ما بين ايه و ايه؟ عكس الرسم من العمود للعمود؟ ايوه المسافة اللي هتخدمها الكامير من سنتر لاين بلاطة لسنتر لاين بلاطة سنتر لاين بلاطة لسنتر لاين بلاطة مايش يا شباب هاريالكو دلوقتي تالي طيب زي ما علاء بيقول كله طيب انت عندك سبعين كيلو نيوتن على الميتر رن تجاسم المومنت يبع عندك هنا ول تربيع على التمانية وعندك هنا ول تربيع على 24 ارسم شير ول تربيع على الاثنين ول ول تربيع على الاثنين وتوصل خط ما بينهم بقول كلام غريب حد عنده مشكلة مفروض الناس دلوقتي بترسم structure كده ايه وهي مغمضة ايه تمام؟ بالذات الناس اللي افتال طورة طيب عندنا سكشنين هيتصممه وسكشن واحد ending moment ده تي سكشن وسكشن اتنين ده ايه rectangular section الناس معايا الناس مش معايا طيب section واحد على مومنت 560 كيلو نياتن بالمتر في المتر وسكشن اتنين على مية ستة وتمانين طيب نبدأ بالT section نبدأ بالT section على مومنت كايم 560 يلا كده نفكر نحل الموضوع طيب هتجيب البي بتاعت T ازاي اهو بقى اللي انا بقولكو عليه center center او 16 Ts زائد B او KF L على الخمسة زائد B فاكرين يا جماعة الكلام ده الله الناس اللي حضرت معايا واحنا بنتكحرك في التي سكشن تمام؟ center line البلاطة اه طيب بناخد يا جماعة ايهوما ايه؟ اقل بناخد ايهوما اقل طيب ده كده خمسة متر ده كده 16 Ts اللي يب 120 في 250 زائد 250 يطلعلك 200 وشوية ال K هنا بواحد لانها center center symbol beam فاقل على خمسة زائد B يبقى واحد في 800 على خمسة زائد يطلعلك 1850 احنا بناخد الاقل تمام؟ يبقى البي بتاعت القطع بكام؟ بقى 1250 مم تمام؟ طيب نجاولين ان ايه؟ ده بتساوي ايه؟ ده بتساوي C جزر M M ultimate على FCU في B فاكرين يا جماعة ونجوا اخدين C بستة ما بين الخمسة والسبعة عشان ناخد minimum areas T ناخد minimum G تطلع لنا minimum areas T تمام؟ ده بتساوي ستة في جزر خمسة وستين في عشرة وستة على خمسة وعشتين في الفمتين وخمسين يطلعلك كام ستمائة وشوية سنتيمترا يعني سبعمائة ايه؟ سبعمائة ميلي يعني T بخمسة وسبعين يعني T بخمسة وسبعين سمتي والD بسبعين سمتي تمام؟ يبقى area steel بتساوي M ultimate على الجي في الف في D يطلع area steel بالرقم ده الرقم ده اللي هو يطلع 8.22 تجي مش هيك على area steel minimum 1 point 1 على field في ال BVD يطلع على area steel minimum كذا تطلع على area steel أكبر من area steel minimum خلاص سبقى كانت تمام؟ القطاع تمام؟ الناس معي ولا نامت؟ في مشكلة في اللي أنا بقوله تمام؟ طيب area steel داش بتساوي تقريباً 15% من area steel الايه؟ العساسية الى 15% في الرقم ده يطلع لك تقريباً ايه؟ طلع لك ايه؟ حاجة كده بتاعت 500 450 ميلي متر مربع يعني تقريباً 3.2 تمام؟ نعم؟ 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 عدد ايه هي الايه؟ اللي ممكن يحط بيه هنا كم سيخ بالعرض في الكانب بين عيس 25 على فايزة 25 تمام؟ بس ما انت اللي يهمك انها تكون اكبر من الناس واحد ونص الماس اللي اعتباري الاكبر ما بين اللي سلمتك قرش كتير في الموضو تمام يا جماعة المهم ان يكون المسافة ما بين السيخ والسيخ واحد ونص الماس اللي اعتباري الاكبر للزلط اللي انت هتستخدمه للاجريجات الجرافل تمام طيب من مهمة للد wir نحل الايه نحل ال..ة43 ركتانجلر اسكشن نحل الريكتانجلر اسكشن طيب في الريكتانجلر اسكشن من المنمم قد صيبها تمام وأنت محتاج كامل 3.22 فوق تمام وأنت محتاج فوق 3.22 وتحت 8.22 تمام تمام يا شباب طيب نشايك شير تعمل إيه في تشيك الشير تعمل إيه في اللي تشيك بتاع الشير وبساطة شالية تيجاب الـ 24% تيجاب الـ 70% والناتج تبدأ تقارنه مع إيه مع الـ Q اللي جاي معاك على القطاع الـ Q اللي جاي معاك على القطاع تقدر تجيبها بحساب المثلثات عندك 82 عندك C والـ D تيجاب الـ Q الـ Q تمام تطلع بـ 2232 وكسر 2232 وكسر تقسمع الـ B في الـ D تطلع لك 1 و 3 و 4 1 point 3 و 4 طيب هي إيه بقى بالنسبة للحاجات اللي هنا دي آه ما بين الـ 2 ما بين الـ FCU maximum بالـ FCU والـ FCU maximum يعني انت محتاج كنات تجي عام المعادلة تجيب الـ Q-Sterops بتساوي الـ QC ناقص QCU على الـ 2 يساوي N في Area C في الـ F على الـ B في الـ S طيبا نستخدم كنات إيه؟ 8 اللي هي مساحتها 50.3 من 10 تجي معادلة في المعادلة يبقى عندك S هي المجهولة تطلع بـ 98 يجي مزودين المساحة بتاعت تستخدم حديد 10 اللي هو مساحته 78 تجي حاسب تطلع المساحة كام؟ المساحة تطلع 15.4 من 10 سنطي أكبر من 100 يبقى أنت كده تستخدم 7 كنات في المتر تقسم 1000 على المساحة اللي تطلعت لك يطلع لك 7 يبقى أنت كنت تستخدم 7 كنات في المتر 2 برانش فرعه تجي مش هيك على المنمم 0.4 على الـ 240 يطلع لك 0.OO16 بعد تجي مش هيك على المنمم بتاع الـ Styrobs تمام؟ اللي هو N في الـ S يطلع 0.OO4 أكبر من المنمم تمام؟ يبقى كده وكي ومسألتك خلصة هيكمل يقول لك هي هيجيب الـ point of mean Styrobs point of ايه maximum shear النقطة اللي بيبقى عندها ايه اللي انت خلاص هتسيب بعدها الـ canad تمام؟ Q maximum 1 و 6 هو هنا حتى عملها بحساب المثلسة اتنفض للطريقة اللي احنا عملناها عالش بالطريقة اللي احنا عملناها للمرة اللي فاتة أمال لك ايه ده بكزا وده بكزا يبقى ايه يبقى Z يبقى DZ تمام؟ ويبقى دي 400 Z يبقى يطلع لك Z بـ 1 point 8 point 5 point 5 متر كيف تقول اللي حصل يا جماعة الناس معايا؟ انا مستعجل او بتكلم بسرعة او في حاجة مش فهمنا؟ منها؟ تمام كده؟ حدا عنده مشكله في التسيح بتاع الكاميرات؟ النسم لسه بتدرس ازا ندرس من ايديه اذا عنا سامتش بيدك انسا مش مفيش اي مصلحات حتت ايدي طيب هنستخدم باية جماعة الستيربس الكنات زائد الايه؟ البنت بار اللي هي ايه؟ الحديد المكسه طيب خلينا نشوف الموضوع دا يمشي ازاي قالك ان دايما احنا ايه؟ لو كان عندك الدية اكبر من 60 سنتي تستخدم الدية اعالي من 60 سنتي تستخدم فاي ب45 ولو اكبر من 60 سنتي تستخدم فاي ب60 ماشا يا جماعة؟ طيب احنا هنعمل نفس اللي فات ونشوفه نجيب الرقم ويطلع على الرقم مثلا ما بين اللي تقدر تشيل خرصانة وما بين المكسيموم فنجي مشايلين الخرصانة وبغزء يشيله الستيربس ويتفضل جزء تمام؟ ويتفضل جزء نجي ايه؟ مشايلينه المين؟ لحديد التسليح المكسه طيب ازاي بنعمل با الحركة دي؟ بصوا باي جماعة حنشوف على حصر خريصانة ولكن لحصر نفس المين؟ لا طبعا ما ينفعش يكون كله مكسه طبعا يا جماعة طيب نحن في الوقت عايزين نقول ايه N الـ Q-U ناقص Q-U على الاثنين تمام؟ يعني الفرق ما بين اللي تقدر تشيله خرصانة واللي موجود قريدي على القطاع هيساوي مجموح اللي تقدر تشيله الكنات واللي تقدر تشيله المكسح اللي تقدر تشيله الكنات واللي تقدر تشيله ايه المكسح معايا يا جماعة طيب المعادلة انا بتقولي بقى اللي هيشيله المكسح اللي هو الـ Q-S-U-B تمام؟ على الـ F-Field على الجامعة على الجامعة S في سين الزاوية زيت كوزين الزاوية اللي هي المكسح هتساوي الـ Area Steel في عرض القطاع لا سوري Area Steel مساحة مساحة مقطع الحديد اللي انت شغال بيه مكسح على الـ B في S والـ S اللي هي المسافة بين الحديد مسافة بين الحديد تمام؟ والـ B اللي هي عرض القطاع ماشي؟ Where؟ الـ Q-S-U-B share stress taking by bent force تمام؟ دي القوة اللي هيشيلها الحديد المكسح الـ Gama Angle الـ B الـ Main width of beams الـ S Spacing between bars الـ S ماكسيمم وحد ونص دي و الـ S من أمام نص دي تمام؟ و الـ A الـ Area S-B مجموعة مساحة الأسيخ المشاركة في الـ A المكسحة الـ A-S-B تمام؟ بعد كنت تضربها في قوتها اذا كانت 24 أو 27 أو 36 تمام يا جماعة؟ يبقى الـ Area Steel على الـ B في S بيساوي الـ QSUB او على الـ Gama في الجزر B طيب إذا انت دلوقتي عندك كم معلومة عندك الـ Area S معلومة والـ B معلومة والـ S معلومة لا سوري الـ S مش معلومة خليها نقول إن الـ S معلومة والـ B معلومة بس الـ Area مش معلومة والـ Q معلومة كده تمام كده يا جماعة وانت إذا طبعا في الحالة دي تيجاب الايه؟ تجاب الايه؟ هلو؟ شباب؟ هلو؟ معايا جماعة؟ يما يناس بحالة دي ميشوية؟ يما يناس بحالة دي ميشوية؟ طبعا يا جماعة هنا في المعادلة دي انت بتحاول تجيب الاريا ستيل تمام لما بتجيب الاريا ستيل بتقسم على قطر السيخ الواحد فبتعرف عادي انت ماحتاج كم سيخ ندك الصح تمام تمام يا شباب طيب هنا يا جماعة فيه مثال بسيط كده نسترى كده وتبدأ تولي انحل ازاي ترجمة ازاي شباب ترجمة ازاي شباب يبقى اول حاجة تجيب ال-Q-U تاسم ال-Q-C-R على ال-B في ال-D تقارنه بال-Q-C-U و-Q-Max اللي هم دايما بأرقام سبتة لأن هم عصلا طلعين من معاملات سبتة من معاملات سبتة يطلع ما بين الاثنين طيب ما بين الاثنين يبقى احنا محتاجين ايه نحط ستيرابس طيب هنستخدم ستيرابس اللي هتشيلها ال-Q-C-U اللي هتشيلها الكنات شوفوا هنا طريقة الحل هو هيعمل ازاي هو هيشوف الكنات الطبيعية اللي عنده تقدر تشيل كاد ويس على اساس ان هو هيحط 10 كنات في المتر بص ازاي قال لك N باثنين واريا ستيل هيستخدم حديد في 8 وال-F field عارفها وال-B هو عارف عرض القطاع وال-S هيحطها بعشرة يطلع له قد ايه point 7 كل الهصة دي يبقى ال-Q الكنات شالت point 7 طيب تجمع point 7 على اللي تقدر تشيله الخرصانة يطلع لك كام point 7 زائد نص الرقم ده اللي بتقدر تشيل خرصانة يطلع على الرقم كله على بعضيه حاجة كده بتاعت واحد وشوية واحد واثنين من عشرة واحد واحد من عشرة تمام طيب واحد واحد من عشرة من اللي جاي على القطاع اساسا اللي هو واحد واثنين وخمسين يبقى عندك تقريبا بتاع اربعة نيوتن على المليمتر مربع لسه محتاجين يتشاله لسه ده تحتاجين ايه حديد او هو انا اعمالهم او واحد بوينت اتنين خمسة ناقص نص تمام ناقص point 97 على الاتنين يساوي الرقم ده زائد الاستيراب يعني الحديد اللي هيتشال على البنت point 33 نيوتن على المليمتر المربع اللي هيتشيله حديد المكاسة تيجي واخد point 33 مليمتر المربع دي تيجي اعمل ايه تيجي حططع هنا هو في المعادلة دي كويس وعندك كل ده معلومة الarea ستيل مش معلومة والبي مش معلومة البي معلومة والاس معلومة تمام كده معايا يا جماعة كنت تعالى معايا ريس اه بنشوف دلوقات الحديد المكسر تمانا جماعة تقدروا تجيبوا لأيه لأيه يا ستيل الناس معايا ولا نعمت ولا ايه بس يا سيدي لما تجيب الارية ستيل تقدر تعمل ايه؟ تقدر تسهم على القطر فتجيب ال ايه؟ فتجيب عدد العسيخ اللي انت محتاج تكسها بس يا معا انا كده خلصت الناس فاهمة تشيروا ولا في مشكلة؟ الاس دي يا جماعة شوفوا المفروض انها ايه؟ على حسب عدد الصفوف اللي انت هتعملها الاس اللي هي عدد الصفوف اللي انت هتعملها في العدد الصفوف اللي انت هتعملها حديد نصة فانت لو طبعا احنا في الغالب بنعمل صف واحد فتاخدها بايه؟ تساوي دي تاخد اس بتساوي دي لا دعمك بتفردها ماشي؟ سبت هاخدها بالدين خلص ما تحط الشبه لك اثنين ولا واحد ما اخدها بالدين يفلك كيف تسهم عليها فتزود لك الريستي مش وحش ياري ماشي ماشي جمعار ماشي اخذها الدين فضل احسان ماشي 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 بس احسام انا وعدك ان انا اشرح حالك المرة الجاية تمام از الوقتي اه انا انا طفيل معلش لا لا ولا يهم ناشي شكرا شكرا سلام عليكم تحت امدوكم سلام عليكم